رح أقرأ آيتين من رسالة بولوس الرسول إلى أهل غلاطية وأنا اقتبستهم لكن بحب أقتبسهم بالكامل من كلمة الله في سفر غلاطية أو رسالة غلاطية الإصحاح الخامس والآية الأولى مكتوب فاثبتوا إذن في الحرية التي قد حررنا المسيح بها ولا ترتبكوا أيضا بنير عبودية بعدين في أي 13 مكتوب فإنكم إنما دعيتم للحرية أيها الإخوة غير أنه لا تصير الحرية فرصة للجسد بل بالمحبة اخدموا بعضكم بعضا لأن كل النموس في كلمة واحدة يكمل تحب قريبك كنفسك وإنما أقول أسلك بالروح فلا تكمل شهوة الجسد لأن الجسد يشتهد ضد الروح والروح ضد الجسد إخوتي وأخواتي هذه الوصايا بولوس الرسول بيكتبها لكنيسة غلاطية غلاطية في آسيا الصغرى اللي هي في تركيا اليوم راح لهناك في رحلته التبشرية الأولى والتانية أقصد بولوس الرسول وهناك أسس كنائس في كورة غلطية يعني عدة كنائس في كل الكورة المحيطة في تلك المناطق منها ديربا، لسترا، إيقونيا إلى آخرين وهناك يعني بعد ما ابتدوا تعب على هذه الكنائس وأسسها جاءوا جماعة بيسموهم أو يسموا دعاة التهويد جوديايزرز الإصطلاح أو المهودون أو المتهودين إيه هاي الجماعة ابتلأت تحط أحمال وأعباء على الناس يعني باختصار كان يقولوا للناس إذا أنت عاوز تكون مسيحي حقيقي لازم تكون يهودي أولا أو بالأحرى لازم اتمارس أعمال النموس وأيضا لازم تختتن فصار في ضج كبيري وعملوا المجمع الأول في أورشاليم في أعمال الرسل إصحاح 15 وحاكموا أن الأمم مش مفروض عليهم هذه الأعباء أنه لازم يحافظوا على النموس لأنه أصلا يعني ما فيش أي إنسان بالنموس لا يتبرر ذي جسد وأنه النموس هو اللي عم بدين للإنسان وما فيش إنسان في كل الوجود استطاع أن يتمم النموس 100% إلى شخص واحد هو يسوع المسيح ما فيش داعي تحطوا الأعباء ولكن النموس بنفس الوقت وجهنا للمخلص لأنه النموس بيقول لا تشتهي لا تزني لا 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 كيف أنا ممكن أعرف هاي الأمور النموس قلي فأنا أوه محكوم علي بالموت بالعقاب بجهنم فراح المسيح هو اللي عمل المبادلة فاتجسد لأنه إنسان كامل أخذ عقابك وقصاصك وهو بريء طبعا وهو الذي لم يعرف خطية مكتوب عنه ولم يفعل خطية طاهر كامل قدوس بار منفصل عن الخطاء ولكن هو الذبيح الأعظم قدم نفسه فدية ذبيحة أضحية من أجلك ومن أجلي حتى الله ينظر إلينا من خلال بر المسيح فنصبح أبرار فإذن بولوس عم بحارب هاي البدعة في الإصحاح الثالث عم بيقول أيها الغلطيون الأغبياء من رقاكم؟ مين اللي سحركوا؟ مين اللي غير فكركوا؟ حتى لا تذعنوا للحق أنتم الذين أمام عيونكم قد رسم يسوع المسيح بينكم مصلوبا أريد أن أتعلم منكم هذا فقط أبأعمال النموس أخذتم الروح أم بخبر الإيمان؟ فإذن عم بيحارب هذه البدعة وعم بيقول لهم يعني الحرية الحقيقية هي الحرية في المسيح أنت مدعو أنك تكون محرر في شخص المسيح تثبت في الحرية وأيضاً اتواصل إرسالية الحرية اللي هي إرسالية يسوع المسيح اشتركوا في القناة